أكد وزير الخارجية سامح شكري خطورة توسيع رقعة السراع في قطاع غزة وامتداد العنف ليشمل مناطق أخرى بشكل يهدد استقرار المنطقة وينظر بعواقب يصعب التنبؤ بمداها وتداعياتها جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقى من وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان حيث تم تبادل وجهات النظر والتقييمات حول الأوضاع الميدانية والإنسانية المتردية في قطاع غزة من جانبه وجه وزير خارجية إيران الشكرة للدور الذي تطلع به مصر في توفير المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة حيث اتفق الوزيران على ضرورة تنصيق الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لتوفير النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاسية لغزة